إنهاء تمرد الميليشيات والسعادة مؤسسات الدولة المفتاح الحقيقي لإحلال السلام في اليمن تأكيد حكومي للمجتمع الدولي أتى هذا التأكيد خلال لقاء عقده رئيس الوزراء معين عبد الملك مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الذين جددوا دعمهم للحكومة لا نتائج عملية من اللقاء اليمني بسفراء الدوليين تفضي إلى حل للأزمة اليمنية سوى شكوى الحكومة من التصعيد المستمر لميليشي الحوثي الذي يهدد كما تقول الحكومة الهدنة المعلنة من التحالف ويعرقل جهود السلام الأممية الحكومة نددت في لقائها بسفراء العشر بإعلان المجلس الانتقالي ما سماها بالإدارة الذاتية واعتبرتها خطوة انقلابية تقوض اتفاق الرياض وطالبت بتراجع الانتقال عن تمرده مشيرة إلى أن هذا التمرد يعرقل تدخلات الحكومة لإنقاذ عدن المنكوبة بالأوبيا خصوصا وباء كورونا الذي يلزم جهودا محلية ودولية لمكافحته ومنع تفشيه كان من اللافت أن الحكومة شددت على أن تصرفها بحكمة وعقلانية لا يعني ضعفها مشيرة إلى أن اليش الوطني يمتلك حق القيام بما يلزم للحفاظ على مؤسسات الدولة وحماية أمن المواطنين ومصالحهم كانت محافظة توابيا قد شهدت الأيام الماضية مواجهات عنيفة بين الجيش والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا سيطرت فيها قوات الجيش على مواقع لميليشيا الحزام الأمني في الوقت الذي شن فيه الانتقال هجوما عنيفا على تمركزات للجيش بالتزامن مع تعزيزات عسكرية وصلت إلى عدن تحسبا لمنع تقدم الجيش باتجاهها